السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق واخا عديز بعت بيسأل بالاضافة لقراءات اعداد مجلة بيم ارابية انا عايز اقابب نفسي وعايز اعرف اتوجه فين عشان ادخل العالم بيم بقوة وكون جزء من المنظومة ويكون طبيعة شغلي مع العلم ان الشرك اللي اشغال بيها البيم فيها مستحدث مش خبرة ومششغلة يعني صح اكتر من نوع ريفت بس ارجو المساعدة لان اسعب مع الوقت ان اكون بيم مانجر طيب بسم الله الرحيم فكرة ان الشرك اصلا بدأت تشغل ريفت دي حاجة كواسي جدا وحاجة خطفة كويسة يعني الناس كتيرا مفتقدوه تمام فدي يعني حاجة تحسد عليها ان شاء الله طيب بالاضافة لقراءات اعداد مجلة بيم ارابية عايز اقابب نفسك قيم نفسك بيه قيم نفسك في اخر مشروع انت اتشغلت بيه تمام تبدأ تشوف هل بعد كل المشروع بابدأ قيم نفسي وبابدأ قيم الفريق العمل وبابدأ قيم الشغل نفسه ونحن عملنا اسلوب تقييم في بيم ارابية ممكن نتحمله من الموقع نفسه اه تبع دكتور بلال سكر اه بيقوم بيكاوس كل حاجة بحيث نعرف ايه اللي احنا وصلنا له احنا فيه طيب دلوقتي اعنا دلوقتي لو انا عايز اقايم نفسي بابدأ اشوف اه طيب احنا مسلا ندعم انه وقت كتير في ان احنا عايزين نعرف الملفات فين والملفات كتت منقراره وعادنا الشغل حاجة كده او يبقى انك ده عندنا مشكلة فابدأ ادرس الموضوع دوت فابلاقي مثلا انه في كود البريطاني بيس الفياتين سعين بينظم لي موضوع الملفات تبقى موجودة فين وتروح فين وفيه وبعد كده بروح وبعد كده بروح البابليش وبعد كده كل فترة بيحطها في الاركايف فالموضوع ده لو مشيت عليه وهم حاجة ان انا اتأكد كبين مانجر لازم هو اللي بقى مسؤول ان هو يشوف هل القوانين اللي حطاها او كود اللي اختاروا بيتطبق ولا لأ يعني مش مجرد ولا بتحلق الحيطة وما حدش بيعمل بيها لا لازم يكون متأكد ووسعة ان هكون متحققة فلازم انا بعد كل مشروع ببدأ اشوف نقاط القوة وضعف وطورها وقال مش هي كيلي سواء عندي او عندي ولازم احترف مش هيب ان انا بعد ما اشتغلت تلات سنين في الشركة كخيم الشركة او اللي اخواننا البيمي فيها مسلا نوصل لعشرة في المية ليه الاسباب كذا 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 طب وعايزين نعمل ايه حتى نوصل لمستوى اعلى مش هنوصل لمية في المية هنوصل لخمسين في المية من خلال ان انا هعمل واحد نين تلاتة اربعة فده كده يبقى انا كده ايه اا مجددتش عليهم مفيش حد بيقفز السلم مرة واحدة لا خطوة خطوة ما ينفعش ان اكون تحت سفر واقولك بعد اربع سنين هخليك البلد جنة لأ انا كده بضحك عليك انا هوصل لكذا الحاجة التانية برضو ان انت تشوف الشركات التانية ممكن تبص على شركة فتكتشف انها عندك ميزة يعني انا مسلا كنت ببص على بعض المشاريع ففجأت في مشروع ان هم عامل حتة فكرة الظريفة ان هو كل حتة فيها كلشات حطت فاميلي معينة بحيس يعرف ان فينا كلاش ولما كلاش بيتحل بيغير لونه من احمر الاخضر بحيس ان هو برضو يطلع معافل اسكادول ان كان فينا مشكلة وتحلل فدي فكرة ظريفة تمام الفاميلي دي او الفكرة دي ظريفة فلما انت بتشوف المشاريع بتاعت الاخرين بزيات لما يكون مشروع مع امول بنظافة بتطلع بافكار كويسة طيب برضو حاولت التنزيم بكود يعني انا بسأل واحد بب مانجر في شركة مشتركات قال لي انا ما عرفش يعني ايه كود فقلت لي امول انت بب مانجر ازاي فقال لي هو اصلا ما فيش حد شغال بب مانجر غير في الشركة فانا بب مانجر مورها بلكده رحت شركة من اكبر شركات فبعد ما خلصت خالص فلت حدي بيقول تعالى عراق بنفس انا بب مانجر فأهلا وسهلا شركة من اكبر شركات في البلد فانا بس عايز اعرف ايه بب مانجر لان انا ماشاء الله يعني فأهم حاجة بس ان انت زي ما انت بتقولك اتحاول تصور نفسك تحاول تشغل كفريق يعني ممكن تكون انت شغالين بم بس كل واحد لوحده كل حتة كويسة بس لوحدها ده معناها ان فيه خراب في الشركة واشنناعرف نوصل لليفل 2 من البهن يعني لليفل واحد كل واح شغال لوحده جزيرة كده لليفل اتنين تشغلين كل واحد شافي التاني وكل منتبادل معلومات مع بعض فلا يطلب الاستمرار ولبقى انتش شغال بيمة يعني لو ما فيش تزامر ومافيش ان كل واحد شغال شايف شغل التاني حتى لو شغل في كذا شركة لازم بقى فيه كلاود مثلا او احنا ماتفقين مرتين في الاسبوع بانيبنا نتبادل من الفات فلاازم يكون فيه البيمة يبقى كلنا مشتركين في المشروع باش كل واحد بيخبل حاجة. كل واحد مصر يحط الورقة بتاعه اخر واحد عالطرابيزة. لا يبقى كلنا شغلين مع بعض وكلنا شايفين بعض. وحاول تقرأ بعض الكتب. احنا كلنا في بيمة عربي قلنا على بعض الكتب كويسة. واحنا في بيمة عربي ان شاء الله هنطلع شوية الكتب متخصصة. هنعمل لكم فاجأة باذن الله. بس لا يريد محدش من الفريق يفتن او يقول. بس شاء الله نعمل لكم فاجأة كوي سوريب. واتمنى لكم التوفيق باذن الله.